كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب رفضت طلباً مصرياً بإرسال وفد إلى المباحثات التي تجري في القاهرة مع حماس ووفق مصدر أمني إسرائيلي فلا جدوى من إجراء المفاوضات مع حماس طالما أن السنوار لم يشارك بشكل رسمي في الرد الذي تقدمت به الحركة لكن شبكة ABC نيوز الأمريكية كشفت في وقت سابق نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أنه من المرجح أن يرسل رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو مفاوضين إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة أفق نهاية الحرب في غزة يبدو بعيداً حتى الآن لا مؤشرات على غروب شمس العمليات الإسرائيلية في القطع جهود التهدئة مستمرة الأنظار تتجه نحو القاهرة إلى هناك توجه وفد من حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية بهدف استكمال محادثات وقف النار والمقترح الخاص باتفاق تبادل الأسراء هذا الوفد سيتابع الحوار حول الإجراءات بهذا الخصوص وما قدم في ورقة الحركة وربما ما سيأتي من ردود على هذه الورقة كذلك يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة الأحد المقبل في سياق الجهود ذاتها التحركات تأتي عقب زيارة بلينكين إلى المنطقة التي قادته نحو عدة عواصم ففي رام الله التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من رأس الدبلوماسية الأمريكية اعترافاً بالدولة الفلسطينية وتمكينها من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مع ضرورة وقف الحرب أولاً وأن تسلم السلطة للقطاع يجب أن يكون وفق مسار سياسي وضمانات متعلقة بالسيطرة والأمن والإعمار إلى جانب المستقبل السياسي بلينكين الذي أيد اقتراح الهدنة المقدمة من مسؤولين أمريكيين وقطريين ومصريين أواخر الشهر الماضي في باريس عاد إلى واشنطن وهو يجر أذيال الخيبة عقب تصريحات رئيس الغزراء الإسرائيلي المؤكدة على استمرار الحرب إلى حين القضاء على حماس في وقت تسود مخاوف من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح حيث يتجمع مليون ونصف المليون فلسطيني عملية تبدو شيكة وفق ما أعلن نتنياهو ما يهدد باشتعال الحرب أكثر فأكثر بلال البجدين الحدث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية أخبروا أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع أن إسرائيل أضعفت القدرات القتالية لحماس لكنها لم تقترب من القضاء عليها وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لديهم شكوك حول إذا كان القضاء على حماس هدفا واقعيا معتبرين أن إضعاف القوى القتالية لحماس قد يكون هدفا أكثر قابلية للتحقيق وقد امتنع مسؤول الاستخبارات الأمريكية عن تقديم تقديرات محددة حول عدد مقاتل حماس الذين قتلوا خلال الحرب بحجة أن هذه التقديرات ليست دقيقة وفقا للصحيفة وذكر المسؤولون الأمريكيون أن أعداد القتل من المقاتلين لا تعطي إشارة إلى ما إذا كان قد تمت معالجة القضايا الأساسية التي تحرك الحرب اشتركوا في القناة